السلام عليكم حياكم الله كلنا نخطئ ونذنب ونقصر ونعترف مثل هذا لكن أفضل وقت لأعلان التوبة والأوبة والرجوع إلى الله صدقني أنه بعد الذنب مباشرة لأن النفس تكون في الغالب منكسرة ليس في حال الذنب وإنما في الغالب بعد الذنب فحينئذ بادر مباشرة بالتوبة والأوبة إلى الله والعودة إلى الله بكثرة الاستغفار أو رد المظالم والعزم على عدم العودة وخذ على ذلك مثال في قول الله جل وعلا في قصة آدم عليه السلام وأحوى عليهم السلام لما أكل من الشجرة وعصى يا ربهما جل وعلا قال ثم بعد أن تاب الله عليه قال ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى لاحظ الاجتباء هو الاصطفاء فمتى اصطفيا آدم عليه الصلاة والسلام بعد أن تاب إلى الله تعال نسأل أنفسنا لما اجتبى الله آدم عليه السلام يعني اصطفاه وقربه بعد أن وفقه الله لهذه التوبة ولذلك قال في سورة العراف على لسان آدم عليه السلام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين وهذا فيه يعني إعلان التوحيد لله رب العالمين جل وعلا والتبرع من الحول والطول والقوة والاعتراف بالذنب وطلب التوبة ولذا قال ابن القيم رحمه الله في موطن آخر لو لم تكن التوبة أحب شيء إليه ما ابتلى بالذنب أحب العباد إليه فإذا ابتلي العبد بالذنب فليبادر إلى التوبة وإعلان الأوبة إلى الله جل وعلا فإنه حينئذ يكون أقرب إلى الله جل وعلا كما قال الله عن عدم عليه السلام في سورة طاها ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى يعني اصطفاه وقربه وهدى بل قال بعض أهل جميل قول أهل العلم أن في قول الله جل وعلا ثم اجتباه ربه أن الاجتباه ها هنا والاصطفاء هو أنه اصطفاه للتوبة يعني أن توفق يا عبد الله للتوبة هذا اصطفاء واجتباء من الله سبحانه وتعالى أن يصطفيك لأن تعلن توبتك وأوبتك لأن الذي لا يوفق للتوبة والله أنه محروم ولذا قال عليه الصلاة والسلام إني لا أستغفر الله وأتوب إليك ويكفيك شرفا والله يا من تذنب أن تعلن توبتك بعد كل ذنب وتأوب إلى ربك جل وعلا وتستغفره على ما يعني اقترفته يدك حتى تدخل تحت محبة الله لأن الله يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين التوابين الذين يكثرون التوبة ويستديمونها ويجعلونها ديدا لهم في يعني إصباحهم وإمسائهم فاستعم بالله واسأل الله أن يعينك على التوبة بعد كل ذنب وأن يعينك على التوبة في سائر يومك وليلتك واستدامة الاستغفار أما إذا أذنبت ولم تجد نفسك منقادة إلى التوبة والاستغفار فاعلم أن هذا من الحرمان وليس من الاستفاء والاجتفاء لأن أهل الاستقامة وأهل التوفيق إنما يوفقون للتوبة بعد كل ذنب أسأل الله أن لا يحرمني وإياكم جزيلا أجره وعظيم ثواب